نالت عدد كبير من التفاعل في منصات مواقع التواصل الاجتماعي تذاكر والنقاط بيعت تذاكر ملعب المدينة الدولي مسرح المباراة ملعب الشعب الدولي نادي الشرطة الرياضي ومسبح الفردوس بيعت تذاكر مسؤولية نادي الشرطة هكذا قال في البيان السيد أحمد المبارقة كل من يحاول ربط الاتحاد بموضوع التذاكر له غايات مبيتة الغرض منها خلط الأوراق وأرباك الوسط الرياضي يصار بموضوع التذاكر اللي يتحمله بالدرجة الأساس هو إدارة نادي الشرطة ولا تزعلون من تشتغلون صحيح وجبت بطولات لناديكم وإدارة محترمة ونموذجية مدحناكم ونبقى نمدحكم أنتم من تتحملون المسؤولية اللي صار بالجماهير أنتم تتحملوا المتعهد اللي بايعين للتذاكر أنتم المفروض تبقون تراقبوه تخلوهم شروط بالعقد أنا مو بس أبيع للتذاكر واخلي مسؤوليتي زين والمشجع شنو ذنبه زين ما فكرتوا بمشجعين ناديكم نادي الشرطة اللي كاتلهم الحر والبرد صيف وشته يرحون وراء النادي في كل محافظة ما حصلوا تذاكر بسبب الجشع اللي صار سعر البطاقة وصل مئة ألف دينار الناس المتعهدين على بيع التذاكر ترى ترى جايكم المي الحار وجايكم السراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر